في ملتقى بعنوان مستقبل التعليم العالي حتى عام 2030 في ظل الثورة الصناعية الرابعة ناقش خبراء أبرز التحديات التي تواجه مؤسسات التعليم العالي في المملكة الملتقى الذي أقيم برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم العالي ضم عددا من الأكاديميين والتربويين يمثلون جامعات حكومية وخاصة بالإضافة لأكاديميات وكليات ومؤسسات وطنية وهذا الملتقى الذي نظمه مركز جو أكاديمي بالتعاون مع مبادرة عينك على المستقبل تناول مناقشات حول مجموعة من الحلول المبتكرة التي تعالج واقع التعليم ومستقبله في ظل تطورات المعرفية المتسارعة سنعيش في عالمين حقيقي وافتراضي والافتراضي سيصبح هو العالم الحقيقي وعالمنا الحالي سيصبح العالم الحجري العصر الحجري فنلندا هي التي تقول ثورة المعرفة وليس بريطانيا ولا أمريكا ولا الصين ولا غيرها التعليم المعرفي يجب أن يكون لهدف خلق مجتمع معرفي